بالدولار تروح لصحاب العاملي هذه السندات يعني لأ برضو أقولها بطريقة تانية لو أنا واخد شقة على بسدتها على خمس سنين تمام إقصاد خلاص طب الشركة المطور العقاري اللي هو هيستناني كل شهر على مدفع الإسط أو كل ثلاثة شهر هو محتاج عشان يشير أرض تانية يعمل إيه يورق الورقة دي عبارة إيه يعملها وثيقة يسند السنة دي بسك إيه إبادين على طول فبيروح بايع اللي ماستنانيش هو عايز يجيب أرض تانية مش هستنى بقى خمس سنين ولا سواء سنين يروح بايع إيه يروح بايع السندات دي في سوق اللي إيه سندات خلاص مين اللي بشتريها المؤسسات اللي بتحب تشتريها تاخد عائد كويس العائد دا بيجي منين بقى من القصل اللي أنا بادفعه المطور ماخدوش يروح لإيه ليه ما يسمى تراست أو يعني أمين حفظ من هنا الناس متخرفة ياخد بقى الأمين حفظ ياخد اللي استبتاعي يحينه المين لحامل السندة حامل السندة هو المطور خد حق وخلاص دا من هنا الناس متخرفة يفادي دا كويس الناس متخرفة طبعا حكاية من القناة السويس غير غير مطروحة بالمار آه ما هو دا كتب غير مطروحة نات السويس يفادي دا كتب بيجيب تدفقات نقدام الدولار فالبعض يقول لك بعض الناس اللي هم يعني يقول لك تماما نور نعمل ورقة الوسندات تمام ونبيحة في الأسواق المال العالمية بالدولار هل دوارد؟ وناخد يا فاند مخا قناة السويس دي لا يمكن حد بيمسها قولون فاص دا احنا عملنا صندوق اللي هو فيه صندوق لقناة السويس آي قابة الدنيا هو لم تقعد داخل البرلمان قولون فاص لكن هو اللي بتكلم عليه الدكتور فاخري إنه في فرق ما بين الأصل وبين التدفقات اللي هتيجي للأصل تتكلم في التوريق في التوريق نعم في فرق ما بين الأصل نفسه وتدفقات اللي هتجيله آي تمام التدفقات دي فلوس هتجيني خلال خمس سنين على دفعات في الأصل عشان ده فرق بين الاتنين كاملا آه الحاجة التانية كلمة ورقة دي ورقة كده على المفتوح تقلق الناس آي لكن لازم نعرف هي سند سهب والله سك تمام حضرتك سك كلمة سك لما بنشوفها في العالم في الانستثمار الدولي يعني لي متر هاخده ده السك لكن ما فيه سكوك ترح ولا تطرح سكوك في أصول الدول ولا حد جاب سيلي تطرح سكوك أما وراء أو سند في تدفق نجد قادم يعني العائد بس أنا عندي العائد هيجيلي مثلا 10 مليار دولار أي هيجيلي على كم سنة على القناة بيجيب أو الطياران مصر الطياران بيجيب 8 مليار دولار فأنا هترح 16 مليار اللي هم إيراد سنتين بالزبط هترحهم في سوق السندات الدولية اللي في لندن مثلا هيجي مدير أمين الحفظ ده يقول الإيراد تجيلي عندي عشان أوزع ناس اللي سهبت عشان يددكم 16 مليار مهارد من الإيراد من الإيراد من الإيراد من الإيراد مش مخطش الشركة نفسها وخط غيرها وعنين جبت لأسطول الطائرات والزبط عندي ده أصلا عندي وميجب لأسطول بتاعتي تمام يربح طبعا كده إحنا إحنا ضمنا ردينا من خلال كل هذه المشروعات يبقى عرفنا ليه بيقولوا إنه هيبقى فيه توفير 7 مليون فرصة عمل وطبعا كده ردينا ضمنا برضو فكرة إنه مو ممكن يرتفع لا توريه موجود يا فرد بس إلا قناة السويس دي يعني العيقونة بتاعة مصر قول فصل لمساسة بقناة السويس ده يعني 300 مليار دولار بنهاية عشرين تلاتة وعشرين ترجمة نانسي قنقر